بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس التاسع عشر بعد المئة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما معناه أراد فطرة الخلق عن فطرة الإسلام وفي قولها الشقي من شقي في بطن أمه الحديث هل ذلك خاص أو عام وفي البهائم والوحوش هل يحييها الله يوم القيامة أم لا فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله الحمد لله أما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول لعقائد الصحيحة فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فقال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن وأن العيب حادث طارئ في صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به السلطانا ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في المشهور عنه إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة قد روي ذلك عنه وعن ابن المبارك وعنهما أنهم قالوا يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة وهذا القول لا ينافي الأول فإن الطفل يولد سليما وقد علم الله أنه سيكفر فلا بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب كما تولد البهيمة جمعا وقد علم الله أنها ستجدع وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتل والخضر طبع يوم طبع كافرا ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا يعني طبعه الله في أم الكتاب أي كتبه وأثبته كافرا أي أنه إن عاش كفر بالفعل ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من يموت من أطفال المشركين وهو الصغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين أي الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار فهناك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث ومثل الفطرة مع الحق مثل العين مع الشمس وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلوة إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلوة في فمه مرّا ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما وهذه هي القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وأما الحديث المذكور في السؤال وهو قوله الشقي من شقي في بطن أمه فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعيض بغيره وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيمر بأربع كلمات فيقال أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح وهذا عام في كل نفس منفوسة قد علم الله سبحانه بعلمه الذي هو صفة له الشقي من عباده والسعيد وكتب سبحانه ذلك في اللوح المحفوظ ويأمر الملك أن يكتب حال كل مولود ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه إلى كتب أخرى يكتبها الله ليس هذا موضعها ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو كافر وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه وتعالى كما دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة ولا حديث في ذلك مشهورة فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا فيقول الكافر حينئذ يا ليتني كنت ترابا ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ بل هو ظال أو كافر والله أعلم وقال الشيخ أيضا رحمه الله كل مولود يولد على الفطرة فإنه سبحانه فطر القلوب على أن ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وإلا فكلما أحبه المحب يجد من نفسه أن قلبه يطلب سواه ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من أجناسه ولهذا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رحمه الله ردا لقول من قال في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه قال رحمه الله معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة فجميع البهايم هي مولودة على ما سبق في علم الله لها وحينئذ يكون كل مخلوق مخلوقا على الفطرة وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه معنى فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فلا فرق بين التهويل والتنصير ثم قال فتمثيله صلى الله عليه وسلم بالمهيمة التي ولدت جمعة ثم جدعت يبين أن أبويه غير ما ولد عليه وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته